ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مثل هذه المجالس النسائية أول مجلس كان مجلس صحي أخذينا بعض من أمور الصحة والثقافة في الصحة والصيام وثاني مجلس ثقافي ونفسي اليوم عندنا مجلس ثقافي قوي بعنوان تمكين المرأة في القيادة هذه المجلس تعكس منظومة القيم والتقاليد التي تميز المجتمع البحريني وتبرز الميزة الاجتماعية الفريدة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد والتي تزين ليالي شهر رمضان المبارك بأبهى حلات اجتماعية وقد استفادنا من المجالس اللي نروحها والبرامج اللي قمنا نسويها كلها برامج ثقافية والكل استفاد منها الصراعي الكل استفاد منها يعني نطلع من البرنامج احنا مستفيدين وداش ومثل المرأة لنا موضوع مهم وموضوع يديد في حياتنا اضافة الى المعرفة اللي تعرفنا فيها طبعا على نساء جديدات يعني في هذه المجالس ايضا تم تطوير بالنسبة للعديد من المواضيع مثل تعزيز القيادة النسائية مثل التطوير مثل التحكم في المشاعر مثل التناغم الإنساني هاي كلها من المواضيع اللي فعلا نحن استفادنا منها في هذه المجالس تفاول مستمير تشهده المجالس الرمضانية النسائية جاء اثر فتح هذه المجالس للنقاشات المفيدة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على خصوصية المجتمع وثقافته شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين